كشف تقرير خبراء لجنة العقوبات الدولية المرفوع مؤخرا لمجلس الأمن الدولي عن ازدياد الخطر المحدق بالنقل في البحر الأحمر بشكل كبير أرجع التقرير ذلك إلى منظومات أسلحة تتطور بشكل متزايد بينها صواريخ مضادة للسفن وألغام بحرية ومراكب متفجرة ذاتية يستقدمها الحوثيون في استهداف ناقلات النفط والسفن التجارية وسفن الإغاثة الدولية أكد تقرير الخبراء أن الحوثيين شنوا هجمات متكررة على ناقلات النفط التي تبلغ حمولتها مليونين ومئتي ألف برميل من النفط الخام وكان يمكن أن يؤدي أي يوم من هذه الهجمات إلى كارثة بيئية واقتصادية لليمن والمنطقة بشكل عام يشار إلى أن إيران تدعم الميليشيات الحوثية بأسلحة متطورة عن طريق التهريب لتنفيذ أجنداتها التخريبية في اليمن والمنطقة ترجمة نانسي قنقر